أولا برأيي أن إيران تخطئ كثيرا إذا اعتقدت بأن الولايات المتحدة مضطرة للاتفاق هذه لعبة البينكبونج التي تلعبها إيران بأن إيران هي الرابحة في حال حصول الاتفاق فهي الرابحة وفي حال عدم حصول الاتفاق فالولايات المتحدة هي المسؤولة هذا كلام غير دقيق على الإطلاق أعود فأقول هناك مشكلة حول التحقق المشاكل معدودة ولكنها كبيرة أولا أن إيران بحد ذاتها هي رفضت أن تبحث الجانب الإقليمي من نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة واعتبرت أن الاتفاق النووي ليس له علاقة ولكنها بالمقابل أدخلت موضوع الحرس السوري وهو المسؤول بالضبط عن هذه العمليات وبالتالي الموضوع فيه كثير من التناقض في الموقف الإيراني هو أدخال عنصر جديد إلى الاتفاق وهذا العنصر له علاقة بالنشاط الإيراني الأقليمي وفي وقت ترفض فيه إيران أن عمليا تقوم بالالتزام بأن لا تكون بعد الآن عمل لزعزعة الاستقرار في الأقليم هذا جانب من الموضوع النقطة الثانية الحقيقة هي قضية أن إيران تعلن بأنها تريد أن تنفذ عمليات ضد أولئك الذين يعتبرون مسؤولين عن قتل قاسم سليماني وهؤلاء هم أمريكان وبالمقابل هي ترفض أي التزام مقابل والولايات المتحدة تطالب بضمنات أن لا تقوم إيران بنشاط إرهابية ضدها وأيضا ضد قوى أخرى في الأقليم وباختصار بغض النظر عن أنه قد يتم توقيع الاتفاق وعدمه فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ بالقدرة على مععادة معاقبة الكيانات الإيرانية بناء على شلوكها سواء فيما يتعلق بالأرهاب سواء فيما يتعلق بزعزعة الاستقرار وسواء فيما يتعلق بمخال النقطة الأخيرة وتحدثت أنا عن موضوع التحقق موضوع التحقق بوضوح هو كما يلي إذا كانت إيران تطلب أن يكون الاتفاق غير قابل للنقول فإنها بالأصل نكلت طبعا منذ عام 1983 بالاتفاق مع الطاقة الدولية هذا وضعه جانبه من ناحية القانونية هو أعلى بكثير من الاتفاق الذي يجري الحديث عنه الآن ولكن الآن المشكلة هي أن إيران تلعب لعبة دوما وحتى بعد توقيع الاتفاق يوما ترفض دخول الخبراء الدوليين ويوما تسمح لهم وبالتالي هي تطلب من طرف معين التزام مطلق ومن طرف آخر هي تقوم بالتلاعب فيما يتعلق بمدى التزامها أولا بالكشف الفوري بدون تأجيل على المواقع وسانيا فيما يتعلق بمختلف القضايا المتعلقة ببرامج تخصيب والمعلومات المتعلقة بها ولذلك أنا أعتقد أنه ينبغي أن يكون الحديث مكاشفة وواضحة هناك مشكلة أن كل ما في رأيي أنا الآن أدخل رأيي الشخصي في الموضوع وهو أن كل ما مضى يوم أكثر على الوضع على عدم توقيع الاتفاق فإن فرص توقيع الاتفاق من الجهة الأمريكية تصبح أضعف لأن الولايات المتحدة الأمريكية أولا أصبحت تدرك وتتجه في اتجاه حالة من التمترس في المجابهة مع روسيا إيران تعتبر إلى حد ما صديقة لروسيا ولكنها طبعا تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تصبح حليفا حقيقيا لروسيا وهذا أمر مهم تأخذه الولايات المتحدة عن الاعتبار ولكن بالمقابل هناك المشكلة الرئيسية المتعلقة بالاستقرار في الأقليم دكتور سمير دعني أتوقف معك هنا عند هذه النقطة مسألة الاستقرار في الأقليم ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ألا تبدو مهملة في الاتفاق الذي وقع في العام 2015 وحتى في كل تفاصيل الوصول إلى المراحل النهائية من هذا الاتفاق الحالي وما اجتماع النقب إلا دليل على ذلك وما قيل من رغبة الولايات المتحدة من التحلل من التزامات الشرق الأوسط وأهم الملفات الساخنة فيه الملف الإيراني دليل على ذلك لماذا الآن عاد الحديث وكأن شيئا لم يكن؟ أنا في اعتقادي أن الولايات المتحدة أصبحت في وضع أكثر إحراجا بالطبع كان من الخطأ من على الولايات المتحدة وعلى إدارة أوباما أنها مضت في هذا الاتفاق دون أن تربط هذا الاتفاق بقضايا متعلقة بالاستقرار الإقليمي ولكن هناك جانب صغير جرى فيه أن هذه الأموال التي ستصرف لن تصرف لجهات ولكن معروف أن هذا الكلام لجهات متعلقة بإزعادات الاستقرار ولكن معروف أن هذا الكلام لا يمكن ضبطه ولذلك أنا أؤيد كلامك بالضبط والآن المشكلة الرئيسية هي أن الإقليم يضغط إسرائيل والدول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام والنقطة الثانية هي أن الكونغرس غير مقتنع على الإطلاق بهذه القضية وبالتالي فإن إدارة بايدن تلزم نفسها في أحسن الأحوال تلزم نفسها ولكنها لا تستطيع أن تلزم الكونغرس هذا من الناحية القانونية لأن الاتفاق هو خط الطريق وليس معاهدة دولية وهذا فرق كبير في القانون الدولي